السلام عليكم أخوتي وأخوتيتي ومرحبا بكم في الفقرة الرابعة لأهم أخبار الجزائر اليوم في هذه الفقرة أخوتي جيبنا لكم موضيع أهم للغاية هنشاركوا معكم كيفية أن الجزائر ترفض الطلبة روسيا بخصوص حفتر والذي كانت تريده روسيا هذه الأيام الجزائر يتطلب الكثير من الطلبات من روسيا أيضا هنشاركوا معكم خبر آخر وهذا خبر عاجل صراحة ملقيتش بزافة مواقع تتحدث عليه ولكن لقيت البعض ما نشعف له سيرو للال بصح في المستقبل القريب نعرفه قال لك في رارس بعطاش ضابط مغربي نحو إسبانيا نعطيكم التفاصيل تعهو أيضا أحنقول لكم بالصور سقوط طائرة تابعة للقوات العسكرية المغربية كيف بحثين طاحت وصرا فيها هك أيضا نشاركوا معكم التفاصيل أيضا عدنا جديد بخصوص الجزائرية اللي راحت للإسرائيل وكا تدير معهم الاحتفال والجزائر رفضت تعطيلها فيزا الدخول وبدأت تبكي كيف الجزائر رفضت تخليها تعود تدخل لبلادها أيضا نحن شاهدكم معاكم طلب من محمد السادس طلب ملاحة قريب يحلل ويبوس الرجلين لنيتنياهو بالقدوم إلى المروك أيضا خطة إسرائيل نحو التوسع الآن يعني بكري كانت فرخة فأذكر يبدأ التبان والمزيد من الأخبار المهمة للغاية أخوتي اللي تهمكم أنتم بزاف المهم هذه هي أبرز عنوين أخبار اليوم قبل ما نبدأ التفاصيل ما تنسيوش أخوتي تكليكيونا على زر اللايك ولا زر الإعجاب عليكم أخوتي هذا الأمر مهم للغاية ورح يساعدنا نتصدق لكم الحملات السينيار لما نطول عليكم يلا للتفاصيل وخلونا نبدأ بالموضوع تع ميفا غانم ميفا غانم أخوتي إذا رحكم شايفين الجزائر منعتها من الدخول هلي كانت حبت تدخل للجزائر رغم أن وهي جزائرية يعني عند هدوب نانسيوناتي جزائرية فنانسية وهذه ميفا غانم راحت خطرة لإسرائيل وكانت تتصور في عرس تاع إسرائيليين وقاعدت تقول بلي أنا يا عندي لانجون تاع إسرائيلي وعندي أيضا متعامل مع إسرائيليين تموت على الإسرائيل رغم أن الوقت اللي رانا فيه خاطي أي جزائر يظهر تعاطف مع الإسرائيليين يعني راه يخسرنا في الصورة تعنا الجزائر بعد هذا رفضت طلب دخولها إلى الجزائر لكن بعد وقت قصير تم إلغاءه والتم رفع الحظر على ميفا غانم والآن تقدر تدخل إلى الجزائر فبعد أن كانت تبكي في فيديو كي تقولهم بلي ما شح خلوني أدخل بلادي وقاطى ذوق أدرت فيديو شيء وعاكس تظهر فيه كيفية عادة اشتاء قبلتها الجزائر لان جلسى واحدي ميأي ميأي متيم السابير انا.. انا.. انا لا اعرف كيف يحدث لا يوجد مرتكبتش أي جريمة يحق لها تدخل للجزائر رغم أننا معارضين لهذا أمر وستستطيع جزائر بلادها بس أنتم ورشاكم في هذا الأمر هل ترون أنه كان يجب على الحكومة الجزائرية رفع الحاضر عنها خبرونا لكم في التعليقات الخبر الآخر سأريكم الصور لطائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية تعرضت لأضرار خلال هبوطها بمدرج مطار في لايبيريا قلت لك عاصفة مسحوبة بأمطار غازيرة جدا ضربت عاصمة لايبيريا أدت إلى خروج الطائرة عن مسارها في مدرج الهبوط كما كنت ترونها معمرة غرقة ودخلت في التراب ما تسبب في أضرار كبيرة جراء الهبوط تحت الطائرة والآن أصبحت معطلة غير قابلة للاستعمال مجددا هنا أخوتي حوادث طائرات هذه الأيام رمي صروا بزيف إذا كم شايفين صروا زوج حوادث ضحوا فيها ثلاث طائرات فناصية غير في الأسمانة هذه اللي فاتت وضق زيد لهم هذه الطائرة التابعة للجيش الملك المروكي خصوص الجيش المروكي الآن هناك أخبار متداولة عن فرار 17 ضابط كانت هناك أخبار في السابق عن فرار 14 ضابط ولكن هذا الخبر الجديد خلت يصرا البارح بارك قال لك عاجل للمرة الثالثة الزريبة بدون جيش فرار 17 ضابط مغربي نحو إسبانيا وحالة غاليان في صفوف الجيش الهلكي هل نشهد انقلاب عسكري في الساعات والأيام القليلة القادمة؟ صراحة خاوتنا اللي بديت نحوس على هذا الأمر في الأنترنت لقيتهم فقط يتحثوا على حادثة هروب الـ 14 ضابط لكنا شاركناها معكم الخطرة اللي فاتت أما بخصوص هذه الحادثة فيعني ما تحدثتها لها المواقع الإخبارية لكن هذا لا يعني أن هذا الخبر كاذب قد يكون فقط مازال منتشرش أنتم مرشاكم في هذا الموضوع خاوتي خبرونا لكم في التعليقات أما بخصوص علاقات الجزائر مع الدول المجاورة لها نسمعوا الجزائرين وشاهدوا على الليبيين وعليها الحرب بين الجزائر وليبيا عمار هامر رح تنوض أنا كجزائري نقولها لك تمسي الليبي كأنك مسيتني أنا تمسيني أنا كأنك مسيت ليبي أنا كجزائري بالنسبة لي الليبيين خط أحمر ما تقربهمش تمسي الليبي مسافة الطريق ويجيك الرد من عندي خليك عاقل مهم تقلبت بلغنا مورا قال لك إلى الذباب والحسابات العدائية لضد الجزائر وليبيا نحن نعرف مصدرها المروق بين أخوتي حتى الليبيين كانوا يعارفين بللي المروق وراء الإشاعة هذه قال لك ما يجمعوا الجزائري بليبيا الدين والدم والنسب والأخوة فاحترقوا بالنار تحريضكم وفتنتكم خوا خوا الجزائر وليبيا طبعا والجزائر الخاوتي اللي يتكل عليها ما يطيحش فمثلا ركو شفتوا نهالي باصات لبنان وتقطعت الكهرباء في بلدها لقيت فقط الجزائر في كتافها رغم أنها محاطة بالكثير من الدول العربية اللي معمرين بالنفط ولا دولة فيها مغزرت في لبنان لأنهم كانوا خايفين من إسرائيل لكن الجزائر قلت لهم أضخافي شراني هنا وملبك رحي بدأت ديجة تبعث في الفيول ولا في الواقود إلى لبنان من أجل إنتاج الكهرباء أما المروق فرحي تدير واحدة نوع تعالى العلاقات غابية جدا فمثلا في آخر خبر الآن قال لك كينك محمد السادس تو نيتنياهو يوار ويلكم تو فيزيت مروكو يعني الملك محمد السادس إلى نيتنياهو أنت مرحب بك لزيارة المغرب وأيضا هاليك مكتوبة باللغة الفرنسية لروا محمد السادس نيتنياهو فوزيت البيينفنو فيزيت ومغروك وكنت رح تسقصي نيتنياهو وش كل محمد السادس بالك والله ما يعرف ما هوش حاطه وقع في لائحة الحسابات التاعو مهم كان واحدة الدولة في إفريقيا طبعت معانا وطبق كتابه يلها الروح لدرجة أن الإهانات اللي تعرضت لها المروك من إسرائيل لا تحصى في كثير من المرات أنها اللي إسرائيل تحط لخريطة العالم تسيباري الصحراء الغربية على المروك وفي كل دقيقة المرات كي يبدو زحفانين اي 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 الخبار هذا أخوتي انهال يخرج يعني كبرى الصحف العالمية بدأت تتحدث على هذا الأمر The New York Times The Times of Israel CNN قنوات العالم تشوف دي جام قيلوا لي خلص الدراهن باش نعطوك ذلك الخبار ايضا يحدث هذا كله في خضم كل ما يحدث في فلسطين للأسف الشديد المروك لم تندد ولا مرة واحدة بما تقوم به الصهاينة في فلسطين رغم أنهم الآن رغم يترأسوا اللجنة العالمية لحقوق الإنسان اروح انتوهم ثم اخوتي يشراكم في هذا الموضوع خبرونا لكم في تاريقات ممكن لكم دولة مثل الجزائر حقا قبل مروح الجزائر وبخصوص إسرائيل تقريبا معظم الدول المحيطة بها الآن راهم طبعا معها ولكن إسرائيل عندها خطة واحدة أخرى بكري كنا نهادروا على مشروع إسرائيل الكبرى وهي هذا الخريطة يعني إسرائيل الآن هي رأي هنا وبسعن بعض رح تدي سيناء ورح تهبط للتحت الأثيوبيا ولا الصومال ورح تدي ثانيك السعودية رح تدي الأردن سوريا لبنان العراق رح تديهم قاع يعني هاي اللي إسرائيل الكبرى وهذه مشروع إسرائيل الكبرى كان حتى في الدراهم التحم في النقود التحم وكان يعني في الخطة بات التحم من يكونوا يا هادرو سياسيين الإسرائيليين كثير من الناس قلبي لي آه هذي مجرد إشاع عم يدرها كبش يخلو العالم يكره اليهود ولا يكره الإسرائيليين لكن كل يوم يمر الحقيقة زي تتضح أكثر من خلال تكرير هذة الخريطة في الكعال العديد من المناسبات أما آخرها هنا كما راكم تشوفوا رائع في الخريطة في السر خرجت الآن للعلن مباشرة كيف خرجت للعلن؟ النهار اللي ترامب قلهم قالك ترامب يفكر في توسيع مساحة الكيان الصهيوني وكنا شاركنا معاكم خاوتي الفيديو ترامب قلهم باللي إسرائيل جي غي صغيرة في وسط الدول المعادية لها الكبار قلهم جملينا بحال الوقت بش نوسعوا من إسرائيل صغيرة بزيف متوين مهمش والآن هنا خاوتي وكل الدول اللي رفضت تدعم فلسطين راه يجي ديلتهم صراحة خاوتي معنا غينة فارجو وقلوا باللي أعاقون لكم بكنت بينتك من كيما هاك قال لكم ميصر والأردن حظروا أنفسكم بعد ولائكم للصهاينة الآن يريدون أرضكم وسيأخذونها والأيام بيننا وصح خاوتي أرى أنهم سيأخذونها انتم ماشركم في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات في الخبر الآخر للجزائر ترفض طلبا مهما لروسيا بخصوص حفتر فما هو هذا الطلب كما رأيكم خاوتي خلينا نقرأوا من جريدة الأوراس وشوفوا وش رايقوا لهذا الخبر قال لك يسعى حفتر إلى السيطرة على مناطقة منطقة غدامس الواقعة جنوب غرب ليبيا المتاخمة للحدود الجزائرية وكشفت مصادر مقربة من قيادة حفتر أن الجزائر رافض تماما لطالب روسي بالسماح لحفتر بالسيطرة على منطقة غدامس الحدودية الليبية الجزائرية وفقا لصحيفة القدس العربي يعني الجزائر الآن راهي رافضة لتقدم حفتر وسيطرته على منطقة غدامس بين قاوسين ربما إذا سيطر حفتر على غدامس ربما حتى أن الجيش الجزائري سيتدخل معليش الرسمي خاتم مش عارف ولكن الجزائر رفضت هذا الطلب لروسيا قال لك أبرزت المصادر أن روسيا تمارس ضغوطات شديدة على حفتر من أجل توسيع نفوذه تزابنا مع توغل عناصر الفيلق الإفريقي الخاص بها في المنطقة كما لبقىكم الآن حفتر راهي مدعوم من قوات فاغنر ومدعوم أيضا من الإمارات ومن مصر ومن كل مرتزقة العالم صراحة خاطئة أن البوليتيك هذا تعليبي والله ما فهمته كنت نظن بلي حفتر وكلب من كلاب الغرب لكن الآن حفتر ولا تدعمه راهي بدت تتخلط للرياضيات في مخي الآن راح تشرح أن موقع الأوراس عليه روسيا تحوز تدعم حفتر قال لك تقفوا رغبة روسيا وراء اندفاع حفتر نحو الجنوب الغربي للسيطرة عليه بالإضافة إلى قلق هذا الأخير من فقدان نفوذه في المنطقة النفطية وهذا المنطقة خوتي معمر بالنفط قال لك بلي لي يبدأ يستغل هذا النفط يعني هذا المنطقة النفطية مشتركة بين الجزائر وليبيا روسيا حبت تستغل هذا المنطقة لأنه فيها النفط حبت تدعم حفتر باش حفتر يتقاسم معها النفط نفس الشيء بالنسبة للإمارات والمصر على هذه حاوسوا يدعموا في حفتر لأنه حفتر كليبو مستعد يتقاسم طروات البلد مع البلدان الأخرى باش هو فقط يحط مسيسطاته على كرسي الحكم أيضا مستعد يدخل البلد وفي أزمة كبيرة مع كثير من الدول المحيطة بها من بينها الجزائر وأيضا تونس لأنه تونس كما رأيتم جاية سويسوا قدام غدامس يعني بضعة كيلومترات قادرة حتى تونس تكون داخلة في هذه المشكلة فتوم وشاكم خوتي في هذا الموضوع أخبرونا عليكم في التعليقات أخيرا في الأخبار حبيت أنشارك معكم هذا الفيديو أخوتي اللي يظهر لكم الآن عقلي في المرة كيف دائرة كثير من الناس قالوا لا للجيل الجديد هو اللي يدرك مهاك بس هذا أخوتي رأيت 60 سنة والعقلية في المرة وكما شي جديدة شوفوا الفيديو أخوتي يعني أن بنتي تخرج مع الصديق ديالها ولا الزوج ديال المستقبل هو كي قيل الزوجة هذا قوت أوف مزيق زوجة يعني حاجة نار مبسا قيل الزوج ديال المستقبل أو الزوج ديال المستقبل ولا كذا يعني ما عندي حتى شي مشكل تخرج في رأس العام ولا ماشي في رأس العام ما عندي حتى شي إشكال طنك واحد حاجة تتسعدها ما عنديش مشكلة أنا تجي في الصباح ولا ما تجيش ما عنديش مشكل السعادة ديالها بويسك السعادة ديالها تتلقاها بأنها تخصت تخرج مع ذلك الشريك ديال حياتها سواء في علاقة رضائية أو علاقة شرعية فما تتهمنش يعني هذيك سعادتها والحياة ديالها هي كان قادر يخليها بينه وبين روح وخاتي مدام وصلت لهذا النقطة بس صح حبي يقولها العالم عنيش عاف عليها بس صح حبي يقولها العالم والذي زي الثانيك تلفزيون المروقي انشر هذا الأمر وساعد عليه وأنا من هنا رأي حاب نسقصي رأيكم في هذا الموضوع خالوتي توم وش رأيكم خبرنا رأيكم في التعليقات خالوتي كما رأيكم تشوفون وصلنا لنهاية الفيديو ورأيكم معرفين طالب التانى ليكم الله يحفظكم كليكيونا على زر الإعجاب خاطئ اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس الأمور هذه كلها رح تدعمنا تصدى والحمل السينيار شكرا جزيلا شكرا على مشاهدة وسنلتقي إن شاء الله مع المزيد من الأخبار والمواضيع إلى اللقاء شكرا للمشاهدة